بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي لن تبقي المملكة المتحدة على المشردين الأوروبيين الذين يفترشون شوارعها وأزقتها خطر الترحيل يواجه هؤلاء على ضوء قرارات بريطانية ستوضع في حيز التنفيذ بعد تمام الخروج وبموجب قواعد الهجرة التي سيتم عرضها على البرلمان والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع يناير كانون الثاني المقبل سيصبح التشرد بشكل أو بآخر سببا لرفض أو الغاء إذن التواجد في المملكة المتحدة وتقول المؤسسات الإنسانية المعنية بهذا المجال أن هذه خطوة كبيرة إلى الوراء من شأنها أن تمنع الأشخاص المستضعفين من طلب المساعدة وتدرك الحكومة أبعاد جعل الأشخاص الذين ينامون في الشوارع عرضة للترحيل ومع ذلك تتحدد تقارير إعلامية عن إصرار رئيس الوزراء بوريس جونسون وحكومته على المضي في هذا الأمر وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ربع الذين ينامون في شوارع المملكة المتحدة هم من الرعاية الأجانب وفي عام 2019 أظهرت أرقام رسمية أن 4% من هؤلاء ينتمون إلى دول الاتحاد الأوروبي و22% من خارج الاتحاد ويعاني 41% من المشردين في المملكة المتحدة من أمراض مزمنة ويصل متوسط أعمارهم في إنجلترا وويلز إلى 45 عاما للرجال و43 عاما للنساء اشتركوا في القناة